ها قد عاد الماضي الجميل والزمن الطيب تلتقي الأرواح بعد غياب الأجساد لربع قرن وبقدر الله تجتمع دفعة عام 14 بعد الأربع مائة والألف من قسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات في القصيم ولطفا ومحبة يشاركنا الدكتور فواز اللعبون هذا اللقاء فيقول دم خافقي فوق الخدود مراق ولزفرتي في أضلعي إحراق تنتابني الذكرى فأندب ماضيا لي فيه أهل خلص ورفاق فمن المدامع لي مداد خالص أفضي به ومحاجري أوراق زمن مضى والذكريات مقيمة في القلب قد شدت بها الأعلاق أرنو إلى الماضي الجميل وأرتمي في حضنه وتضمني الأشواق ما عاد لي في النوم أية مأرب هيها تتغمض جفنها الأحداق ما زلت أرتقب النجوم كأنني أحدو لها بتأوهي فتساق يا أمنيات الأمس كيف تركتني قد كان فيما بيننا ميثاق أو هكذا حال الليالي كلما طاب التلاقيقي لحان فراق لا غروة فالقمر المنير إذا اكتسى ثوب الكمال أتى عليه محاق قد كنت أهزأ من عقول أحبة تشكل فراق فذقت مما ذاقوا فعلمت أن يد الفراق قوية وعلمت أن مذاقه غساق لله أيام أضاءت حاضري وغدي فتم بها لي الإشراق أيام كنا والرفاق أحبة شهدت بصدق ودادنا الآفاق لا سن تفرق بيننا أو غاية كل إلى آماله سباق يا أيها الأحباب يا أيها الأحباب لي بين الحشى قلب بذكر عهودكم خفاق أطيق بعدا عنكم يا معشر أحببته والبعد ليس يطاق ودعتكم والقلب غير مودع والآه كم باحت بها الأعماق نهو الحياة كما نريد وما لنا إلا الذي يقضي به الخلاق إهداء محبتكم على الدوام مشاعل القصير ترجمة نانسي قنقر